موسيقى شباب من أجل المخيم مبادرة انطلقت من مخيم الشهيد عزم المفتي في إربت بهدف استبدال الأسقف الحديدية القديمة لمنازل المخيم بأخرى جديدة لتخفيف من معاناة السكان خلال فصل الشتاء التقرير التالي يصلت الضوء على جهود هذه المبادرة تهدد رداءة البناء حياة عشرات الأسر في مخيم الشهيد عزم المفتي جنوب مدينة إربت وخاصة مع بداية فصل الشتاء وفي ظل موجة الغلاء التي عصفت بمجتمعنا الأردني الامكانات المتواضعة تجبر أصحاب المنازل إلى اللجوء إلى أسقف مغدنية بالرغم من وجود العديد من العيوب والتشققات فيها وخطورة إطلاف الرياح الشديدة للأسقف المصنوعة من الحديد المموج وتسريب المياه المستمر من الأسقف المهترئة خاصة مع بداية الموسم المطري وللتغلب على هذه المشكلة بادرت رابطة مجتمع محلي تدعى شباب من أجل المخيم بإطلاق مبادرة لصيانة المنازل ذات الأسقف المغدنية وذلك باستبدال القديم منها والمهترئ بأسقف جديدة حيث سيستفيد من المشروع عدد من العائلات وبكلفة تقديرية تصل إلى 17 ألف دينار يتم تمويلها عن طريق جمع التبرعات العينية والنقدية نحن نحاول مبادرة لعمل 40 بيت وتجهيزهم بمساحة إجمالية حوالي 1200 متر وبكلفة حوالي 17 ألف دينار إن شاء الله هذا المشروع يقوم على دعم المتبرعين من داخل وخارج المخيم وإن شاء الله خلال مدة بسيطة سنقوم بإنجاز المشروع ويطمح المتطوعون من هذه الرابطة إلى استبدال كافة الأسقف المعدنية في مخيم الشهيد عزم المفتي بأخرى جديدة حيث سيتم استبدال أسقف المنازل المحتاج للاستبدال السريع سكان المخيم يعبروا عن سعادتهم بإصلاح الأسقف حيث كانوا يعانون طوال فصل الشتاء من تسرب مياه الأمطار من خلال الشقوق الموجودة فيها بعدما مضى على تركيب ألواح الزينكو سنوات طويلة جم الشباب هون عندي جزاهم الله كل خير ساعدوني كان عندي بركيات نازلة شايف وقموا لي الزينك وركبوا لي الزينكو سديد وجزاهم الله كل خير هذا المشروع هو أحد المشاريع التطوعية التي انتشرت في المخيم الذي يغاني من التهميش وغياب العديد من الخدمات الأساسية شكرا